شكرا لك محمد الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة الخامسة بتوقيت جرينيتش مجز الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه رئيس عبدالفتاح السيسي بضمان العودة الآمنة للمصريين من السودان وكذلك توفير ما يلزم من خدمات إغاثية وطبية وغذائية في المعابر البرية بين مصر والسودان وذلك في دوء الضوء الدور الذي تقوم به مصر حكومة وشعبا في الوقوف بجانب الشعب السوداني الشقيق في الأزمة الراهنة التي يمر بها جاء ذلك خلال اجتماع رئيس السيسي مع رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وعدد من المسؤولين في إطار المتابعة المستمرة لعملية إجلاء المواطنين المصريين من السودان الشقيق أعلنت الخارجية السعودية أن ممثلين من الجيش السوداني وقوات الدعم السريع بدأوا محادثات تمهيدية في مدينة جدة لحل الأزمة السودانية يأتي هذا في الوقت الذي أعلن فيه الجيش السوداني أن الموقف العملياتي مستقر في جميع مدن البلاد إلا من بعض المناوشات مع قوات الدعم السريع التي تتوزع في أجزاء من مدن العاصمة الخرطومة وأوضح الجيش السوداني في بيان له أنه تم القبض على عدد من قناسة الدعم السريع واستلام ما بحوزتهم من أسلحة القنص مشيلا إلى أنه تم رصد هروب مجموعة من قوات الدعم السريع على متن 40 عربة متجهة إلى غرب السودان كما جددت قوات السودانية دعوتها إلى قوات الدعم السريع للاستفادة من قرار العفو هذا وقد ارتفع عدد قتل الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع ليصل إلى 481 شخصا وأكثر من 2500 مصاب وأوضحت نقابة أطباء السودان أنه لا يوجد العديد من الإصابات والوفيات لم يتم حصرها بعد لصعوبة التنقل والوصول إلى المستشفيات خاصة في ظل الوضع الأمني في البلاد وفق وزراء الخارجية العرب خلال دورة طارئة لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري على عودة سوريا لمقعدها في جامعة الدول العربية وأكد وزير الخارجية سامح شكري أن جميع مراحل الأزمة السورية أثبتت أنه لا حل عسكري لها مشيرا إلى أن مصر حذرت منذ بداية الأزمة من تدعيات الصراع المسلح في سوريا ومحاولات الحل العسكري أعلنت روسيا أنه تم إجلاء نحو 1679 شخصا بينهم 660 طفلا من المناطق القريبة من محطة ذبورجيا النووية يأتي هذا في الوقت الذي قال فيه مسؤول أوكراني أن انفجارا سمع في أعقب هجوم صاروخي استهدف مدينة يوديسا المطلة على البحر الأسود في حين دوت صفارات الإنذار في العاصمة كييف ومناطق أخرى من البلاد للتحذير من غارة جوية انتقد الرئيس الأمريكي جو بايدن الحزب الجمهوري بسبب عدم اتخاذ أي إجراء في أعقاب إطلاق النار الجمعي الأخير بولاية تيكساس الذي أصفر عن مقتن تسعة أشخاص ودعا بايدن مجدداً لكونجرس إلى إصدار حضر على الأسلحة الهجومية ونتيجة لحوادث إطلاق النار المتكررة بالولايات المتحدة طرح عدد من أعضاء مجلس الشيوخ مجدداً قانوناً فيدرالياً لحضر الأسلحة الهجومية وتشريعاً يرفع السن القانونية لشراء الأسلحة إلى 21 عاماً إلى أنه لم يتم التوصل لاتفاق بعد ختام مجاز الثامنة فاصل ونعود لحضراتكم لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر ترجمة نانسي قنقر